تقدم قلعة دنماركية يعود تاريخها إلى ألف عام للسياح نظرة مختلفة عن الفايكينغز وتظهر أنهم لم يكونوا فقط محاربين متعطشين للدماء بل كانوا أيضا أشخاصا موهوبين قادرين على تنفيذ أعمال معمارية متقنة إلى جانب الحصون الحلقية الأربعة الأخرى المعروفة في الدنمارك أدرج تريلبرغ في شرق البلاد كموقع للتراث العالمي لليونيسكو عام 2023 بنى ملك الفايكينغ الشهير هارلد بلوتوث تريلبرغ ليكون بمثابة حصن حلقي متناظر لمحاربيه وعلى معلق قوته وبعد مرور أكثر من ألف عام ما زال حصنه البالغ قطره 136 مترا يذهل الزوار وشهد موقع ييلينغ فيكينغ في وسط الدنمارك زيادة مماثلة مع ارتفاع عدد الزوار بين عامي 2014 و 2023 ليصل إلى 400 ألف وعززت المسلسلات التلفزيونية والثقافة الشعبية الاهتمام بهؤلاء المحاربين الإسكندنافيين